تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وقد تمكنت وزارة الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 429 قضية تمونية بمضبطات ما يقترب من 229.5 من الأطنان مواد غذائية وغير غذائية ففي مجالي حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقترب من 43 طن سلع غذائية ومجالي عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط أكثر من 106 أطنان كما تم ضبط أكثر من 39 طن دقيق مدعم وسكر تمونية أما في مجالي الاستلاء على السلع المدعومة وضبط أكثر من 40 طن أسمنت وحادي التسليح في مجالي حجب مواد البناء وفي مجالي قضايا المخابز تم ضبط 591 قضية من بينها 138 قضية خبز ناقص الوزن و111 قضية خبز غير مطابقة جيداً